مرحبا مواليد برشل شديد معكم كارمي الشماس كيف بده يكون شهر سبتمبر 2020 يلي هو مختلف كليا عن شهر سبتمبر 2019-2018 شهر سبتمبر 2020 بعتبره شهر كتير مميز للكون شهر إيجابي شهر بيركد ركض أبرز وأهم العناصر والعوامل الفلكية هي تقدم كوكب المشتري ببرشكن أي بتاريخ 13 حضروا حالكم مواليد برشل شديد إلى بداية تغيير يمكن تلمسوا لمس اليد بعض التغييرات والظروف يلي عم بتبلش تتحرك عنكم ويلي عم بتبلش تتغير ويلي عم بتبلش تحملكم تطورات بختلفة ومتنوعة خاصة عن المواليد العشرية الثانية والثالثة شهر سبتمبر 2020 يحمل بشكل خاص وهنا عم بتطلع على الدائرة الفلكية للكون يحمل بشكل خاص وجود كوكب الزهرة كوكب الحظ موجود في البيت الثامن يلي يرمز إلى حل حل في مسائل وقضايا قانونية أو يمكن حتى أمور بوليس التأمين يمكن خلاف قانوني خلاف عائلي هناك بوادر لتصحيح هذه الأمور كوكب الزهرة بيحمول الحلول فيكن تشتغلوا عليها في هذا الشهر في عنا كوكب عطارد يتنقل في برش الميزان يلي هو النقطة الأعلى عنكم دائرة الفلكية فما فيكن تهربوا لا مفر من مواجهة الأمر الواقع ولا مفر من مواجهة ظرف مهم جدا قد يحمل لكم خبر اللي علاقة بشغل وبمهنة وفيها تكون إيجابية إذا أنتم وقعين تحت تأثيرات كوكب المشتري وحتى أورانيوس أيضا الجزء الأول من شهر سبتمبر 2020 أي الفترة التي تمتد من 1 إلى 22 سبتمبر هو الجزء الأكثر حظا هو الجزء الذي يحمل لموالي برش الجدي الدعم وفرص نجاح عالي جدا خلال هذا الجزء في عنا بتاريخ 2 أمر مكتمل في البيت الثالث عنكم ما غريب أن يكون فيه اكتمال لقصة لقضية لمشروع عم تشتغله عليه عم بيمشي حاله وعم تتطور الطبخة استويت مشروع أنتم بتنطلقوا فيه مبادرة بتنطلقوا فيها وفيه احتمال أنه يكون إله علاقة بملف بشغلكن أو حتى بمدرستكن أوراق جامعة عم تبعتوه وعم تنبعد يمكن يكون عندكم سيارة جديدة يمكن عم تنتقلوا إلى مكان آخر بتاريخ 17 بيلتق الأمر والشمس طراصف للأمر والشمس فيه برش العذراء إضافة طبعا أنه التأثيرات كلها حلوة كتير فيه نقول أنه هالأمر الجديد بالنسبة لألكن في البيت التاسع يفسح في المجال لحتى تطلوا على من خلال النافذة جديدة على فرصة جديدة من الحظ فرصة ثمينة جدا لحتى تطوى مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة حضروا حالكم إلى إيجابيات عديدة الجزء الثاني من شهر سبتمبر مساء 22 إلى 30 هي فترة وجود الشمس في برش الميزان هي فترة تقيلة نوعا ما لكنها مهمة جدا ولا يجوز الهروب من المسئولية لازم تدرسوا منيح لازم تحضروا شغلكون منيح لازم تفيقوا بكير التقصير والإحمال ممنوعين جدا إذا بدكن تنجحوا إذا بدكن تبدعوا بشهر سبتمبر هذه الفترة الجزء الثاني قد يحمل نجومية لكن ما رح توصل على طبق من فضة بتكون كتير تكونوا مهتمين بحالكم بشغلكم بإعدائكم بحضوركم ومخليين البسمة عوشكم تنجحوا وبتبدعوا فترة متعبة يمكن العلاقة بأحد الوالدين أيضا كمان أبدأ طول بال كله على بعضه بعتبروا شهر ممتاز للكم موالبوش الشدي ما تخافوا منه لكن رح أذكر المواليد يلي لازم تنتبه أكتر من غيرها هي مواليد 12 ل 17 كنون التاني هاي دي تأثيرات سحل وبلوتو شوي مزاجي كونوا حذرين كونوا حذرين ما تستعجلوا خاصة بالأيام الأقل حظا بالنسبة للمواليد الأكثر حظا هي 1-2 وتحديدا 7-8 كنون التاني يناير الأكثر حظا هيدا المشتري يلا فلنذكر الأيام الأكثر حظا تاريخ 6-7 تاريخ مساء 15-16-17 الأجمل هو تاريخ 24 و 25 الأمار ببرشكون الأيام الأكثر تعبا تاريخ 4-5 تاريخ 11-12-13 تاريخ 18-19 الفترة الفارغة من الحظ هي الفترة الممتدة من مساء أو ليل 21 حتى ليل 23 بدي أتمنى لكم شهر حلو هو شهر كتير حلو استفيدوا منه للمكسيموم المزيد من التفاصيل بتلقواه بالأبراج الأسبوعية واليومية شكرا لكم باي باي